أكدت الحكومة اليمنية بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية بحق أشخاص ينتحلون صفة دبلوماسية عينتهم ميليشيات الحوثي كسفراء لليمن في إيران وسوريا وقالت وزارة الخارجية في تغريدة لها على تويتر أن السلطات القضائية في البلاد شرعت بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية عبر الإنتربول ضد المدعوين عبدالله علي صابري ونايف أحمد القانص وإبراهيم محمد الديلمي مؤكدة أن المذكرين منتحلين صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية وأشارت إلى أنه تم تعميم جميع بعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج والبعثات الدبلوماسية المعتمادة لدى البلاد حول ذلك وذكرت أنها أبلغت الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى حكومة الجمهورية اليمنية وكانت الميليشيات الحوثية قد عينت بعد انقلابها على السلطة الشرعية إبراهيم الديلمي ونايف القانص كمن دوبين لها في إيران وسوريا والأسبوع الماضي عينت عبدالله صابري بديلا عن القانص